مثلاً، هذا نشاطة الريف مثلاً، أخذ الموضوع، أتبغي نقشه من بعد، ولكن هذا أجل إلساني هذا نشاطة الريف مثلاً، هذا بريافة عندي بهم واحد العلاقة زوينة وفيهم واحد القسم الكبير عزيز عليها، نشاطة الريف لأن لماذا؟ عشت معهم المحنة وتبنينا معهم القضية وكينا بحل واحد المرة مسكينة أجهة طرشالية، مسكينة تطعامها، تخبزها يعني عزيز عليها، فما نقضش نقول شي حاجة وما كان ولكن كان واحد الأقل يريفية ضرّت الحركة اعتقدت، أكثر من النظام وللمخزن، وليست كنت يعتبر تواجه بأقسم ليكم بالله العلي العاطي ولكن كنت يسمعون هذا الخطاب لا تقلقين الناس وعندما يكون هناك الهدوء وليست صفة أنا كان أعتبر بعض الناس ساء ساء مثلاً، مؤخراً إذا أردت ومعصي حمل زفزافي حمل زفزافي يجبناه فاللايف وشنية النيا دي تصوروا معايا المغاربة خرجت من الحبس ده بغاربة خرجت من الحبس وطيلة السيجن معهم رسأت لريافة داروا اضرب عن الطعام وكبت معهم منقض زيت تبعوا الفيديوات دايما في كل حلقة نوشاطة الريف ناصر الزفزافي يوسف بالهيسي الصحفي دي القناة قيل كلمة رجعوا تشوفوا شنو قلت عليه يوسف بالهيسي ميصاش ودابز معايا يوسف بالهيسي إليه ومين هذا مكادرش معايا كتطر على ريافة النوشاطة مزيا المهداوية راجل المهداوية غالك انتي كتقول لك راجل غير تقول شي رأيي ما بقيت يشوفوا على يجيب لما يشوفوا العقلية دبا هاد الميل فادة دي لدي النوشاطة قريف ما تنحمل زفزافي جال عنصر كيقول خسكم تقدموا العفو التعنوش يعني كيأزم الوطع دي الزفزافي أنا كنشوف بقى في الزفزافي كنت طول الميدانيا كيبالي مقاتلة تظاهرات في الخارج لا في أوروبا ما بقوش تظاهرات بذكر كم العنصر خارج واحد صريحتي يقول على انه تعنوش وكيسي الزفزافي باش الميل فما يتحلش النقطة التالتة احمد الزفزافي كيقول اللي انتخب خائن جميعوا التجارة العناصر وده ببي الله العلي العظيم أنا غير ملزم نقول لكم هالشي عباش نعود لكم هاد المحنة دي المناظر في المغرب أنا أعطيكم هاد القيصة وكتكال فكر قلت دابا اني ضالب مبقاش بالمسيرات اللي كان قوة الضغط القديمة مساكن دريرا كيضربوا لحبس ونساوهم جوج هاد العنصر خارج كيضوز ميصاش باش شعب يكره هاد عباد الله رمعانتين على كاذر باش يجيوب على هادك النقاش دي تنقييد الأجواء السياسية تلاتة احمد الزفزافي قال واحد لكلمة غير موفق فيها من رأيي أنا وما كاش كيقصد بغيت نصلح دات البين بغيت نقادها الميلها بشيت جبت السياسي زفزافي قلت له السياسي زفزافي كاذا جابتها الهدراء علاش باش نفوت على بعض عباد الله تينتاع شو ما اعماشي معنا كيراه مخرا ضد نفيصار وكان انا بغيت هاد الفكرة نبددها للناس بعقالهم تصوروا نيتي اقسموا لكم بالله العلي العظيم انا وبيني بالله وما نحتاج تشي وعدي تيقول ولا لي تيقول شي واحد هاد انا مصالح مع رأس هدي نيتي في حدود هادشي نقدر نصيب نقدر نكون غلط نقدر نقول ماشي موفق ها ندخل بعد التعليل ولكن نيته ابلغ من العمل عنيت من ان كدير سيحمد زفزافي وانا ما طلعش قال سيحمد زفزافي قال ما ندر معها قاع هو لاخدامه اليوتيوب خدامه لابغيته عملوغش كاذا وغاد الملفات انا ما تدر قالوا سيحمد كاذا بخير شكت قول في المالك علاش لاني كنس مع ريافات يقولوا نحن ضد انفصال مسيرة اذا ضد انفصال سكيف في وحدويين اذا كنتي وحداوي رأك ما تتوى ما معنى وحداوي شكو مغريبي وشكو كنتي رأس المغريب المالك رأي ممكن تقول انه وحداوي معنى انت مالكي ما يمكن لك شكو الانا وحداوي مع المملكة المغربية وقترفض رئيس الدولة ما انتلاقى من هذه الفلسفة نحن ضد الانفصال اذا المنطقينا رأي ضد المالك خذ صغير الموقف يخرج عالانا بقوة هذا هو اللي كان حيث انتظروا الانفصال بينما نصدروا الانصر وانتظروا الانصر من قدم تركض الانصب هذا هو الهدف اوحني نحن ضد انفصال حيث انه ان أضعوا الانفاصال كنت يقول انه مارك وسلم حكاها مأدامي بالكثير من اعطيل بارخ انه كنتي قررت انفك اختم المكسوب انه بنا شركت أول فكرة يقول لك استدراج إساءة باليغة السيحمة الزفزافي استدراج يكون بحشي الطفل يتديه استدراج لأن الإنسان ينضج في عقله كبير هو منين يكبر فلاش اسمه يأرقى في فترة النجه هذه اللحظة تكون بخلافتين، سيقولوني عقله كيف تبقى بإحمد زفزافي؟ علين سعر للرسول السلام、 علين سعر الاصلاح خمسه السلوات علين سعر الشيء المسرع اللي عنده عنده إما تقول ذلك شيءٍ ماذا يخري ببائده والديه ومن حقه إما تقوله ومن قلبه ولا تقبلوه في فكرة التماع في العقله لما كان شواء القتانع بيها يقب بايد النمار كبرا من حمد زفزافي في العمر بايدنرق يجير الولايات المتعيدة الأمريكية هاد الفكرة بغاو جوج بغاو يقوله وتانيا مالي كتدير شي حلقة مع الهمة ولا تديرها مع إلياس العماري ولا مع شابات ولا اختار أي واحد يلاجبت منه شي برافو المهداوي يستدرج جايه ومعلمه ولكن لي قلت شي لا لا مالي كتديرش مع برافو ماليك نستدرجه شابات والشقار هادوك معلم في عمل الصحفي ولكن لي قلت شي شي رأي هادوك يبالك بلاد ما عندو شاب فهذا هو المقصود يعني السحمد جبناه على أساس أنا دينيتي باش لين الناس يقولوا نحن ضد الانفصال مش ضد الماليكيين عدنا ميلف مطلابي واش كان شي خطاب عدوشو طريب من غير ميلف مطلابي واش كان شي إعلان دي الانفصال نحن وجمهوري أنا المهداوي نقول مثلا انت خلت على شي حاجة مش يدي أنا أصلا الماليكي في قناعتي ولكنت أنا كلميرس صراع مع الجزائر في ذلك اللحظة في تارد وقع بحسي وطاني علاهم مش يمنحقين علاهم في الصحراء دي الانفصال واش صحراء دي الانفصال دي الانفصال بوحده ولا راي مشكل دي الانفصال هو ان النظام خوصصها فبين النوخة بالمعارضة مش هدينا ميلف دي الانفصال ولا كيبالي كذا بالحكس أنا هدفي أنا حميد المدني ويت نخدم ملاد فلسف تنوين نخرج الصحراء من ميلفصال تابع هالنظام ميلفصال شعبي باش نخرج الميلف النقاش العمومي بطرقنا من حقي عيش انتك تعتبر هذا النقاش لغاية النظام والمخزن والمخابرات ولا كان في الصحراء عضل باشار جاهزة أنا بغي نخرج الصحراء من النقاش ضيق دائرة المخزن الى دائرة النقاش العمومي ولقاوا حولوا اونفاند كونت دكرة بوليزاريو ولا ولا وضدهم ودفاعي لهم قول لي بغيت ولكذا خوتنا وجزائر وخاك نديروا بعد أفعل وأحنا في موقع باديل أمر لمسألة الجزائريين دائما نخيطاب نحن يا معتادين وقاموا نزوين وكننا نقول لبعض إخوانا بالمغرب ما تقعوش سببهم من هالنقاش لبانا نتقدنا ونقول لهم ما تقول لش الميليشيات وكذا دائما نتلقا أنا ما كنا نشرش العدوى والعداء بين الشعوب وبين النقائل الحقوقي العكس نحن ندرنا ذلك الفكرة لأنه ذلك اللحظة السحمة من إجاة واحد دعوة موغريلة بغينا نقولوا لا رحنا هذا هو الباشرة ما يكونش بلاد ما نحن أقوش أنا غان نتقلق من من الفتيت ولا غان نتقلق من المسؤول في الدولة لنولي ضد مصالح العلية دي البلاد لا يمكنش دراه كوننا مقلقين من مسؤولين دي المغرب بعضهم في سياسهم هذا اللعلي أننا نكونوا نكونوا خوانا ولا نكونوا ضد الإنسان بلادي وإنجارة عليا عزيزتهم وما عندنا مشكل تخل الحبس وتخرجوا لليورينا الحبس وليوريه لنا ولكتاب مرحبابي في اسمان البلاد والله ما عندنا مشكل بدل المستوى لشيكونوا عنكم واضحة المغربة ما نعيشوا عمرة وحدة نوك نرجع النقاش دي الزفزافي فإحنا هذا هو الهدف يعني الزفزافي بغينا حل وخا دب الزفزافي قال له العنصر السير العنصر قال له متعنت الزفزافي وحشاروا الهدرة مزيان أحمد الزفزافي قال لي صوت خائن وعبقوا علي ها زفزافي قال خيانة مزيان وخلي الزفزافي وجلولي يضربوا العدس والتام كعشرين الله لا خرجوا صافيا كيف بغيتهم يا ولد نحن نقول شو كلمة لقاش كان عيان صبروا وش تبدو بشار هادو تبغي الزفزافي بقى في الحبس وجلولي بقى في الحبس باش يخرج الزفزافي باش يخرج الزفزافي صاحبك الزفزافي هو مغيش نقصهم بعض الإخوان يارك كل واحد عنده رمزي يتوفى الحراك وفي الميلف عند الدولة كل واحد عنده وزنه 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 صاحبك هم الدولة كتلعبوا أم لا خليهم مضلومين كنقولوها والمشاطاء الاجتماعيين نقولوه ذيك هادراء كلنا لكن أي يبغينا الحل نتنعز في الملاياء وفي وحط حدك شي قرعة ما عرف كيف دائرة في الخارج ومفتح وديروا واحد الميكروفول وقعس كاشدار وريف وريف واشي قسم معي العدس واشي قسم معي البلاصة في الحبس وتعال نهزونوك نفس خيطها تكذروا بالماكلة الوعرة والحوتين بشوية الوعرة وياه وواحد اخر مسكين جاس كيموت ويخرج عقب وهمية أنا هذي فكرتي يتفت معي بوب الزفزافي ولمو ولا شغلو معدك أنا دير أك إنسانيا كيف كيف نخرجوه يلا عطيونا الحل أنا مشي معكم واحد بوحد زفزافي بغير نخرجو وشنو نديرو تخرجو للشاريع قادرا كينش يخرجو للشاريع عطي تفكروا شي واحد دابع عاور ريون ما هو الحل مارا مارا تفكروا بتدوينا شنو الحل الزفزاب المحكامة قالت كلمة هذا وكل قاداء سارينا معا تفكروا نشي جهات تخرج زفزاب عجي شي ميليشيات منصبانيا ولا فرنسا تطردق السجون وتخرجو عجيبو شي طيارة من السماء تضغل عبد وجزو ولكيرا مخطوش يبقية كل حبس والعداس والبصار 4 سنين يعني تفكروا الحل أنا حاميد المداوي غلطت ولا خربقت كيف نقول مسكينة السيد كيف نديرو له هذا عنصر يقول لك الزفزافي معنش هذا بوز لك فحد الكلمة اللي يصوت خائن بانت لهذا شي ما يعطاني عقلي بدك ما كين باس نيتنا حسن واخر أنا عن سكوت المهدعو ولكن خرجوا من الزفزافي من العبس وقالوا سحبكم من نظام شنا رأي فيق ويقول مساكن من الزفزافي الماء إصدار يخرجوا هك رأي بخص من هذا ما يكون موضوعي رأيكم مسأة الميل في الناس اللي دالوا هاد الخرج هات تغير شكل غير مسؤول وكتسب وكيقول الكلب و حتي أسوأ ألواع السببان عايش كتختلف نيك انت كتنت انت 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 قد القرط هالش هالش رواية اللي يروجوا بعض ما الفرق بيليك انت عب فمك انت ما عندك القرط لا جيش وكتش تخرج القرط فمك على واحد وقف معك للسين يقول الحكم تحذير لي بقي محكمتي ما عندك جيش ما عندك تقايد ما عندك لمقدم ما عندك تكرابيل تموك حل تجباد وكتش كلمات العني فكتش يقول يهي يهي محكمة هاو 30 لحبس هو 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 لا نظر ريافة كاملين بالعكس ريافة خوتي وكذوين وانا انا اصحي من الرواية للحبس ربيع الابلق سأجب لكم واقع ولكن قبل نصل ل الواقع اع هاو الناس اللي برا ولقيت هذا فراد الليلي كبير تسمي تابع يقول فيديو المهداو لماذا لقى راضي الليلي؟ اخرج لأيها والذكور العباب ونقيلها في السبعية لماذا راضي الليلي نتافذ عليها؟ حيث قلت زفزافي ملاكي وكذا ماذا تضر راضي الليلي؟ وماذا تضر كورني العباب ووالده؟ وماذا تضر عدد من العباد الله؟ ماذا تضر فيديوه؟ المهداوي، المياع، الماتش، المخابرة، تعمل مع راجيد، تعمل مع فاطنة القادر، تعمل مع ذلك الاتهامات لماذا؟ ماذا انا شديته وشي رسالة؟ ونجدنا بلندرت عمل صحفي بوجه وعرية حمد زفزافي، وكان موفق حمد زفزافي اللي يبقى فيه الحال وضغطه عرية تسجيد دير كلام رائع ومشار كلام، كم حاجة قضينا بشركه ونجدنا بشركه ونجدنا بشركه ونجدنا بشركه ونجدنا بشركه ونجدنا بشركه ونجدنا بشركه لماذا؟ ما هو؟ لا شيء؟ ونجدنا بشركه أنا ملاكي وش الزفزافي ما قالش غننفح البوليزاريو وشنو الجديد اللي جبت أنا وبايا أبغيت على جديد بالعبارة ما كنش لك الفيديو دي الزفزافي المشهور ندبحوهم ناصر في فيديو ندبحو البوليزاريو حماس وداعيش وكذا رأيو إذا شنو الجديد اللي جبت أنا وبايا باش تكون هذه الحقيقة ودرى موقفة ناصر برا قالك غننفحوا البوليزاريو ندبحوهم نعطيكم الفيديو وديروا الزفزافي كتبوا دعبة الزفزافي موقفهم البوليزاريو كما أقول لإحدى الصراصير المرتصقة المسمى شبهة البوليزاريو الوهمية كونوا بعادر اخلكم احنا قلنا هلو كاكت تحتنا كنا غنفحوكم تتومب حالكم على داعيش إذن لماذا كان هذا الرد الفعل؟ ضريب لو كان الزفزافي عنده موقف من البوليزاريو إيجابي وجيت للعكس نتفك معكم أنا غير أعدت إحياء موقف ناصر عن طريق بواه بمعنى ما كنا نريد نبين؟ كنا نريد نبين بأن هذا رأيي هذه الدولة المغربية مع كل احتراميها بغيت الفكرة من الزفزافي بغيت نقول لها أبقى عش مبرر أخلاقي تخلي السيد في الحبس ها موقفه بغيت نعاون أنا بغيت نعاونه جيها في الريف سكتت المعتديلة ليس خرجتك تأذر لي كل أنتم مريفة كنا واخدون فقط النقطة يكون عندك الدق مع ريافة وخبضهم يتفق معك وعرفك أنهم لا يخرجون يدافع عليك يخافون لي بعضياتهم آه أنت معه فأحد يواجهك واحد يمقى ساكت وذلك السكت لم يكن يحملوش فيهم وكانوا وقع ريافة قول الحق صحيح قولك لا ماذا قال المهداوي قال لك مالاكي ما هو مالكي؟ ما هو مالكي؟ ما هو مالك؟ لا يوجد درهم المالكي في جيبك؟ كنشي واحد في الريف في المغرب او مالكي في هذه الصورة او مالكي في هذه الصورة او مالكي في هذه الصورة اذا الواقع الحال هو هذا انت كنت تعيش مع المالك بلوص في جيبك بلاكارت مغربي لماذا تحجم علي انا ما قلت لك؟ انا جئنا بغينا نواجه العنصر ونواجه ذاك الجملة اللي قال الزفزافي بغيت ندوبها بغيتها بغيتها بغيت نحس أدنيتي اذا انا محركة على الخير تقول لي الدولة وش الدولة عم صوقها لك زع ما انا وخططناه وانا الدولة عانضت لك دولة رامل هي باخنوش وانتخابات زع ما شال عدم العقل هالدولة وقابل انتخابات هالشي تشهروا ويفكروك يدول ان تحيل انتخاب لأنك يبقى يشاهده ويجيب الله رعاه ولي كيف الوجوده بحنا أخويا من أدروش قاعد لهذا الريف مرة قاعد يا الله حباي ما بقيش هالسيدين هذال الله ريا صافي؟ ما عندني مشكلة آآ نعطيه لكم هذي والله يفرج على الجميع عند غيرهم يا شومة لازم يكون هكام وخم أنا عنقول لكم أحد في كلام زيادة وبعدها عندي شوف بالمناسبة را ما كان نقول شكرش والله العظيم لكن أروع أنواع البشر في الريف بعضهم بعضهم كان عرفهم ما عندك أسحبكم الريف هذه النقاش عنكم موقف عنصرين نا 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 فيهم ناس الله عمرنا هم تضاروا لدى الناس هم أدبين وجمهور ديانا وكيتابعونا 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 موجودين ولكن واحد الأقل يوم نزفتا سمحوا لي هذا المستالح واخر عايشة برمات قتل فالصحبي معي قولها حاميد قريب وشو تعرفش تقول كلام زوين عشك تخرج داك المكنون داك المكبوت والقاموس ما شك يقلقين دبعا انت مشروع تغيير وكتقول انا بدي على النظام المغربي اذا لكنت اخلاق النظام المغربي خيبة انت حسك تكون اخلاقك زوينة باش جر عندك الناس وانا لاشتحك ووقيت اخلاقك كتت ضرب تبقي محكمتي عايش في الغرب وكتسب عباد الله وكتسب واحد وقف معاك راهم ما زال مد ووقي يقول لك حاميد المهداي ووقفنا معها في الحبس هذه بعدها وعندها حقوشوية ووقفنا معاك باش ووقفت معاها وانا وقفت معاك انا ضرب الحبس للسير على ودك لقضيت كنا مجد والميل في المطلبي ما كانش في القرعة الزيت في المغرب تولي بتامن كذا والمدرسة لجميع المغاربة والسردين لجميع المغاربة كان ميل مطلبي محلي ديال المنطاقة وانا جيت منس لو طلعت عندك في العيد الفيطر كان دوز وعندك وانظور بالطانوبيلة وقاس كان غامر والعيد لاخر دوزت وعندك اذا وقفنا معاك ووقفتي معاك باش تكون ذوينا هي من الدب زانا ومرتي ولا انتشد على خنوش وللقاك انت في الريف ووقفتي معايا انا نقول واااااا وقف امنا لا ترك وقف معا راسك لجين انت حاسبو خذتك تباين ووقفتي معايا من لي اندخل الحبس على قضية من غير الريف تم معاقل من وقفتي مع المداب ما تقلش بدتي وقفنا معك حيث انا وقف معاك بل ما توقف معايا انا رهت زفزافة فكوّل دي لئد قفلة مأكرمة ما عنداش هساس ولكن يقول المشرين اللي نشاطة الريف كوميلين وأننا نقول اللي لذيك يقعد دوا راسهم ويجب أنت لقف ضبطا على البوع وشرين هذا في الحبس ضبط اشي حاجة على العادي البداحي ضبط اشي حاجة على ما كاسكيته هالناس في الحباظتاء طير كذالب ماكيش عنونشاطة الريف اللي في الحبس والله يفج على الجامع ولا حوديل دي شي حاجة على سليمان على عمر راضي على المديمي يعني خصنا نكون عندنا مش نكون واضحين نجيكم لواحد النقطة دابا ندخلو النقاش دابا جوهاري مع نوشة تأريف لحقاش قيلة واحد الهضراء خاوية ولكن مش مشكلة نوضح فيها وعمري ما وضحش فيها أولا سجلوا لي وخام بغيش نقول لها فكرة نرى لجين انت حاسبون هاللي كنت في الحسين مجدود ركندور كالقا غابا وميو ورجاء أخوتي وجمعية المغربية الحق إنسان زهاري وبغنبور والمحامون دياري جيين من رباطهم من كده ومن طرفه وشريين محامون دي الحسينة سجلوا هذه التاريخ طرف علي واحد واحد في البتدائية ومولا شبان في السيناف وأمام التقديم عن الشرطة واحد بان تصوروا وحضروا مع الشرطة دار معي تصوروا هذه التاريخ ومحامي دي الحسينة الشرطة كتسمع جايحها جي يدخل قتلوا قالوا السيد واش تسمع عاد قال لي تصوروا محامي كيتخبر معي أمام الشرطة في الحسينة وقعت فيها هذي ما حملتوش عليها بلا ما نجب التسميتو باش منسئلوش وجل بتي دائي غير واحد دويره وخرج راه كان يكون محامون دي الناظر ومحامون دي الحسينة يكونوا معايا في الأصل على شبان تلمسح الغوبة ولكن دابد جبت تخصكم يعني هذي الأمور هذي الإخوان إلا كان هذي نقاش ضوكين 2001 نجي بغير واحد الشارجور وراه ماشي غاردي نسئل ريافة أحترموا كثير من ريافة أصدقائي وحبابي ولكن شوفوا المغاربة الشر بالشري لأنه تسائلية بزاف وآدوني بزاف وصبرت بمي فيكي ولكن اليوم غني نقول لكم واحد الحقائق ضرورية من أجل التوضيح وفقة أتعطوني غير واحد دقيقة لأن الشارجور غريح بس آآ باش نوضحوا واحد النقطة الخوت نقولها لكم وسمحوا لي بزاف عليها إلا رجعتوا اليوتيوب هذي الإخوان التي تفرجوا فيها إلا رجعتوا اليوتيوب رجاء أن أطلبوا منكم تكتبوا المهداوي عب مهداوي فرنسي أو رب عربية حتى القومين خرجت من السجن ما حلم الحاجة التي قلت عليها هذه الفيديوهات مزعب عندكم أسحب لكم أي واحد هذر كنت نجاوه واحد راح يتكتقال عليها ألف وكن نجاوه جوج ولا ثلاثة كنتقال عليها ألف كنت نجاوه غير جوج يكتبوا المهداوي راح ما كنت نجاوه الناس ما كنت نجاوه والله لا نسأل راح واحد دقيقة نحايدوا هذا يعني راح كثير من الناس ولكن إذا سمحتوا لي غير واحد دقيقة إخوان أنا أنا أعتذر لكم ورا غادي نعودكم شي حواج مهمة اليوم في هذا الليل بش معمّل عودتها معمّل عودتها ولكن الإخوان خصوهم يسمعوها طيب زبان مزيان هذه النقطة بغيتكم تعقلوا عليها الإخوان الذين يتبعوا تديروا حاميد تلقوا الفيديو ويتش هل يتقالوا عليها بزا مين خرج كل ويقول ولكن ما كنت نجاوه يعني ما تشافوني جاوب تعرفوا يعني رادك شي يكون عنده واحد النقطة في غاية الأهمية تقالت بخصوص نشاطة الريف على أن حاميد وقع عليهم مشكل في السجن هذا هو اللي يخص الناس تفهم وانا عود لكم ليستوار وانتو يكونوا وخاقت لكم بني كنت في الريف في المحاكمة الحسين مرة ما تحسب شرك مالت وخرجت ورغم انه كان نفروض مندخل الحبس رغم رموز ومرة 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 لقاء مع نشاط ريف بالمناسبة هدرت مع مسح الغبار حلقات عود السجن وهم ما يعود بالعكس درت فيديو يلاشتو ديال زبزاف يكتبوه فيه الصورة سلحم وشي هتلقوه وصر ربع مئة الف خرش انا شرحت للناس معنى المؤامرة قانونا اخطر فيديو وصر ربع مئة الف ربع مئة الف تصور المجهود اللي درت دهني وكن مئة اخطر مئة اخطر قانوني وكن قانوني ليس اخطر مئة 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 مع اخطر اخطر مئة اخطر اخطر ومع ذلك لا جزاء الله كنت بعض الناس اللي يتعالج بالصدمة كي ها اخطر اخطر نخبر المهداوي قال اللي احيان اخطر ويخبط مئة ها اخطر 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 المطل الميت. الحي ما تكذبش عليها. انا كنت طلب من بعض الاخوان اللي عندي بيوم مع الزبزف منهم ربيع الابلق. او كيتفرج فييا ربيع الابلق ولا غيتفرج دارول. انا ربيع الابلق كن وجه لك هاد الطالب من هنا. هاد الشي اللي غنقوله. دير فيديو. وكن طلبك اخوك حامي. يلي قلت شي حاجة ما طرح منيش كدوب. يلي قلت شي حاجة ربيع كدوب. بغيتك تفضحني. وكن طلب من اخوي اخر شاكير المخروض كان معي في الحبستهو. بغيتك شاكير المخروض تقول الحقيقة. انا كان طلبك. وانا اغلطت شاكير وليس لتشي معلومة قل يا حاميض اخطأت في هاد المعلومة وبالغت. انا كان تكون. هاد قلتكم. وكان طلب واحد دين اخرين. كان اختار اسمع لان هادو ناس اللي عندي بيوم واحد المحبة كبيرة. الياس حاجة. بغيت كسي الياس تقول الحقيقة. كم ما هي. بغيت كسي خريط الباركة تقول الحقيقة كم ما هي. وعدها دوا سيم بوستي ادم سكي الله يفرج عليها. يكري كذوب تكون علمية. ماشي على الحياة وما ادري بره هالفيديوهات عادة وما التليفونات عنها. خرجوا قولوا المهداوي الله. وانا نعودت الشي. ولزد شي كلمة. وقع لكم كلها. نبدو بالواقع اللولة. اول لقاء ديري مع نشاطة الريف. الاول. تلقيتم واحد ما رفعو كشابه وانا ما نقفش عنده سالم من بعيد. ولكن اول لقاء محكامة غير ركبو في طانوبي. قدامي ربيع الابلق. وهنا كنا واحد سيد. هدا ما غنسميش. هل اشحيت في واحد الكلمة خيبالية. اللي زوينارة كنت نذكر اسمائها. مابعد الاخوان. هاد احد البريافة فيهم واحد طرف اكتر ايام. ولكن كنا واحد النوع معنا نقول لهم شنفصارية ولكن ما نعرف هكريك بين. واحد واحد القلة. ماشي كل شيء يا مغاربة. فقال واحد الكلمة على ربيع الابلق قدامي. ولكن عاود على واحد سيد بره. سميته خاميس. الله يذكره بخير رو الله صاحبي. كان عنده واحد سؤال. فهمهم بعض صحهم معي. قال شي كلمة على ربيع. وربيع كان عليه شيء خيب على ربيع. ضلمين وربيع والطب فيهم يعني. بشي فيهم. ما الحمد لله فيهم. ولكن ربيع بتقضل مرة ربيع الابلق. ضولي ما كثيرا ذلك الولد من طرف بعضهم. ماللي قال ذلك كلمة في ربيع درتني. قلت له يا ربيع عش كي يقول هذا؟ عش قل لي ربيع هو كيتفرجو يا ربيع. قال لي يا حامل يتجاوب اي واحد. قال لي خليه يقول لي بغاو. قال ربيع في واحد من النبس. ربيع ما يتواجهش. قال لي خليه. قال لي خليه انا ما احملتوه. قال لي رهزتني النافس. الطالب ومينطين. قلت له وش كلمة. قلت له وش كلمة. صافي مقعت فيه في الغرفة. مقعت كنت ندور لها دراك هذا مقافي لحد. لغدا. ولا شيء تلسي يبغى تكون اول لقاء. اول شيء ما عندي مع مع معتقالي في القبول. اول مرة قلت نجمعه. انتم مكنن قوليكم. شاكر المخروط ولا ربيع الابلق. يكذبوني الاكذبت. هم عندهم واحد البلاغ وقالوا في الول هضروا بالريفية. قلت لي هم هل اخوة شوفونا قلت لي هم عفكم ما تهضروش. عفكم ما تهضروش بالعربية. قلت لي هم تحدثوا بالريفية. انا قلت له. كذبت عليهم. علش كذبت. قلت لي هم كان نريد ريفية وكان عشاق ريفية وكان بغي متعلم ريفية. ما شي كده تزعب ذاك الفهم. ما بغيش نحسه. ما بغيش نحسه. ما بغيش نحسه. ما بغيش عاربية. حيش انا عني داك حساس بغي نفهمش كي يقولو. لانه زعمال ريفية غاهدر ما بغيش انا لي الاسي وعنا جاسي. ما شي بغيك نفهمك شكتقول. بغيت نحسه قولني بغيش ما عندي مشكل. هما اذا كانت نيتي حسن وهم شاهدين. كنت هما يخوان هضرو برريفية. ريفية عزيز عليها و اكيد عن طريقين. واحد اللحظة هما امهم. من بعد كي هضروب العربية كي كواني ترجم دك. الترسل اللي كان دير النقاش هو اه كينا واحد اخورتها هو كنعزو بغيتو يشد. اسمي طو اللي عنده خمس سنين البجاوي. اههاو بره. يقول البجاوي قدت قل لي يا ترسل. دمع عادش اه عاي يقول لك الاخوان دمع رأشي تعال. خيقوال الميداو كي حرف النقاش على ابو عيدة وعلى الاخنوش والحكومة. دمعا كي انك تركين الفيديوهات وكين يتبع المساعدة إلى تلك يوتيوبات ويساعدت تصنيع للنقاش مرحبا ، لأن هناك ناس قلية كانت تحريب النقاش لا تتحريب لنتقال عدد لكي ينسوا عددها ويجعون الحكمة حتى تتبعوا على عدد الأن ويجب أن يجب أن أعلموا كان لحظة 15 مرة في الصويرة ماتت هم دائما في الطحيل البلاغ في فرقة الوطنية وما تعرضو له داخل الفرقة الوطنية. من تعذيب بحسب بعضهم. انا كان عندي مقترح. قلت لهم الاخوان. من بعد ما هضروب العربية وصرحوا. قلت لهم عندي واحد طالب. قال لي وش نوال مهداوي. قلت لهم انا كان اقترح عليكم. هذا رأي. قلت لهم ديروا واحد البلاخ. على الصويرة. والخمساشة المرة يمات. قلت لهم علاج. قلت لهم هاد الشي اللي تعرضت له عرض الفرقة. قلت لهم محاكمة بقية طويلة بقية جلسة. فوق مجال الخير ينفع. باقي عندها الرهينية. اما الحدد اليوم الصويرة دايز. قلت لهم علاج. قلت لهم اللي هضرتوا على الصويرة. اولا ستنسفو اتهمة سيد وكيل العام. وعبروا على عمقكم الوطني. ارتباطكم بموضوع المغرب. عمقكم السياسي. وعجروا عدكم المغاربة. وستبدو تهمة اللي يبغير لبسكم الوكيل العام ديال انفصال. وستبانو كدو. ستلتحموا باللحظة والمغاربة كلهم عمق شو معاكم. وستبانو بانكم عندكم عمق وطني. قلت لهم بحرك. نظر هذا اللي يقول البارحة الرابعة. شوفوا المغاربة كنا عودكم هاش. قل لي هو يوجهني. نظر لي واحد نوضامة. نزوبتوا هناك. انت البارحة تزايدنا. اول لقاء. وهاسي المجاوي حاضر. صاح فيه خرج تغضبان حتى نشرت لها. صاري اول صدام هذا. قلت لقيل. انت شاهدوا هكا. جاء عندي واحد من الاخوان. ما انجبت اسميته. وين اكس هذا الحقاش ما ما نسميم كليش. لي ضروف ما. من بعد نقضوا نقولوا. قل لي حامل راتانا كيواق عالية معاهم. وهذا صافي انت ادوز. هذي كانت حضل مرحات ديال القبود معك. صافي. هذا الصدام الاول. جاوزنا ولينا خرج. صافي ما كين باس ولي كين عقل أولاد الله قطعت هذه المعاناة الصيدام الثاني الصيدام الثاني كان واحد المرة من بعد هذا الواقع لم يكن يجمعه سيكشبه الواكيل العام سيقول لي انتم عندكم جينات تدير التمرض و سيأتي عندي الحديوي الحديوي كان حكومة السيناء هو أستاذ الحديوي جاء لي ورقة قال لي يا حميد ستتسني معنا ستسني معك سينجلس رانا تانا صحافي لا يمكنك أن تسيغ بالاغ بوحدكم لا أعطينا أنا سأوقع لك بحالية أنت قال لا نصب لك لا أعزل لي و الإبعاد سأقوم بك سفينة الحبس فتجرحت مهم هذه دفوزناها قلت له لا سأسمح لي وكذا الصيدام الثالث الصيدام الثالث وكان مهم بزافة المغاربة سيأتي واحد النهار سيكون عندنا سيكون زفزافي عفوا اسحاق شارية المحامي قال قال بالحرف قال بأن الإلياس العماري قال له الزفزافي غايدروا شي حاجة انقلاب على المالي كل ما العقلت على ذاك النقاش تبعوني زيانا بغاربة ودول مدوي القربة أشد مضادتي ودول مدوي القربة أشد مضادتي تتواجه المخزن وتواجه الجبال وتواجه لا تتواجه الظلم تعتبره قريب تكون ضربة ديره وخيبة بزار ونعودكم مشي حواش مشيت كانت الجلسة الثلاثة ودخلت لربعة لربعة الزيارة لربعة لربعة يخرج الوكيل العام بلاغ ضد الزفزافي فتح معه بحت وفتح معه شارية ومعه زيانا الخميس قلت لي الميدان في التليفون قال له حميد قلت لي رافتح بلاغ ضد الزفزافي قلت لي قلت لي رافتح قلت لي رافتح بخصوص قلت لي بخصوص قلت لي رأي شارية وسط المحاكمة قلت لي رأي بلاغ ضد هذا ياربي ليس الصباح لتلجد العشية حيث الصباح يدرش بعيد قلت لي بلاغ ضد الزفزافي قلت لي بلاغ ضد وغتقولي فيه أنا حميد المهداوي كنقول السيد الوكيل العام تعالى افتح معي بحت ورا عندي قنابل في نبان دكش اللي قال اسحاق شارية شوفوا المغاربة سمعهم زيان تشوفوا هات الشي عندي عام ديل الحسيمة جايبوا مع يد الحرس وباقي ما تحكمت بجدائيا داخل في الدبابات عشنو الدبابات قدمت طرفي مع الشيفاء هتخللك وكتقول الوكيل العام تعالى سمعني راعدين القنابل عفاكم بلما شوش واحد في طريق البشا يدين هذه الخدمة؟ قد البؤساء اللي كهضروا بؤساء ورا البيحار أنا كنقول لها وسط عكاشا بؤساء بؤساء تقتلوا الرجال وورا البحر ومخزون بحل الفارف قلتوا سمحوا لي حقاشك يقصوا الكرامتك وما كانت نظر على الريافة كاين في يوم الرجال مخزون كنقلوا يا الوكيل العام تعالى عدي القنابل وعليش قلت له هذه الرسالة؟ حقاش فهمت؟ فهمي؟ حسبوا القاسة قلت أنا بغني خلعوا الزبزافي المحاكمة بقم بذات باش يرهبونا باش نسكتوه باش خضم المحاكمة المعتقلين من اللي يستمسين طاقهم يتكمشوا على التعديب يتكمشوا على يخافوا أنا بغيت أعطيهم لك وراء سخنكشافهم من يجي قلت له تعالى لا أريد أن تسمعونا كاملين كان عاون وعندي الدبابات وراه في المحاكمة الحسيمة وراه موقف معاية واحد من لا محامون يا فالعائلات للمشهورين ونسيت بك أنت حاسبش وما كانت ذلك هذرو وما كانت ذلك الرأي العام هذا لا يوجد مشكلة هذا هو خوطنا حتى يجبوني حتى تشاهدوا السب اللي كان علي في اليوتيوب يسبوني مزيان أعراضي وذلك الكوروني فمشيت كتبت بمرتي ذلك الشي جاء عندي المدير دي السجن دار لي بصبعه ومع السيد عشية قال لي هضرت في التليفون لأنه هو الرسالة اللي قلت لوكي العام عطيتها له وعطيتها الموظف والموظف وعطيها له والمدير خطأ ما صيفته النيابة العامة هل تفهمت العملية؟ وعطيتها نقاشة وعطيتها ولكن من أخرى اجتمرت البناغ والنيابة العامة والأجهزة هل تروني وقالوا في المدير؟ قالوا لي درجة وقالوا لديه لقد قلت له هذا الخميس لقد قلت معي الزيارة قاس في الزيارة كانت تصل بشيء جونس بالضبط كنت قامت بترسالة ثقائية ثقائية زيارة اخترطية وخفت الضيارة فهو انتهتت تلك الموظف سأجدها متضر لدينا معه إكمل زيارتي للمكتب مدير لقيت خمسة الفرقة الوطنية الشرطة القضائية ونعهم عمو ting لا اشيث بشي الشيkeyليوم الحبس انت برا ووسط الحبس باقي غدين للحبس على وده يجيب الندم ييعق عليك بتكلم المداويل لفرقة الوطنية الان سينا الفرقه خمسة لقيتهم السلام و السلام بسي مداويل تفضل معنا لكن بس بشينا عندي لفرقة الوطنية استمع من جوجونس شما هو رجع الحبس тот Armald جبت الله من أخنوش نحمد المذنب جبت الله من أخنوش LOVE شبت الله من أسبيطة الصفريوية الدوحة جبت لهم كانت عشرة القضايا جبت لهم الصفريوي الضوحى الضوحى الصفريوي وجبت صلاح الدين الخاي جبت شابات على شي حويج جبت إلياس العماري على شي أخبار شي كده جبت أخ نوش على المليار ولا شن هو وجبت تزوير دي الحسيمة ولا ما حقلتش على شي قضايا يا خوانا تصوروا المغاربة على عودكم باش حيث البعض خصك تزومي على الفكرة محكوم بعام وعندك الدبابات بقية عمي بديتي مع تفاعة تخرج وجبت أخنوش وإلياس العماري وجبت في غادي لماذا؟ باش نسخر كشاف السيزة بزافي والنجا داري مالك المهدف إذا كنتم نتعطي وتصوركم مكان جدك الشي عندي أنا تخون مزيان عندي الفصل عمي لخمسة واربعين وشاير كاديبة من 16 سنوان خمس سنين للحبس يا الله تصوروا معي تصوروا الشعب حول على القيام بالتبع نريد تفضيلة و يجري الوقدس و يحاجه الوفضي لكي تجد اتي مدير المحامل هذا يحجح أنا و شايرة يحايد زفزافي و يحييد سارية و زيا و أنا لم يعد و يتعمل المحامل لا يحدث عن صديقتي فهذا كنت أقول له و السؤال سأجمع الدجس بالقصة اللحظة و ها شقع و ها شقع و ها شقع وكان عاود فرقه الوطنيه قالت وقالت 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 وكان عاود زعمار ادرتم زياه وانا كان عاود زعمار مولاضيله هذك المحامي كنت طول فيك يقولي يا حامي ليش اخوي ليش افتحت اريك هتجبه بارك عليك قلت له لا صاحبي رخصنا نقفه مع الناس وخصناه وخصناه جا المحامي التاني المحامي التاني واللي مهم انا كن عاوده هاتش يقولي برافو كان اش كي يقولي هو وصلنا بهذا السنوات لا يحدثه بشكل شريوي لا نفهم نفسي عندما تقوم بخلص بالتقديم بدأت المحام والعود في عمد الفسد إذا هو بطلعها نجد صلح ونجد أخنوش لا يقوم بطلع الفسد ونحن نقوم بشكل شخص أن هذا اللهم بشراء أصبح الزفزافي في القاب ونشط الريف انا اصبح الزفزافي في القاب ونشط الريف انا رأيت الزفزافي انا كنقول لكم هرى بعض الحدثة و هل بجوا و يكذبوني بعد التفاصيل في قابلة الصفان وانت بجğim الجزء لم ينظر اخي ناصر لا يخيفوا راني معك قلت ان لم تذهب للحياة الواطنية راني معك بحث ناصر قلت لها الواطنية و قلت لها انهم اختي و لم تذهب لك كنت تشوف أن يقف في هذا الشيء و ينقش السكش على هذا الشيء و كذا و كذا كنت ترى أخوك رأنا أخوك رأنا أخوك كذا الله لم يعطى و إبعاد هذا الشيء ما فهمت هاش وهذه لحظة كانت رسالة بقيت إبعاد شارية باقي مع أقشنة شارية وزيان طلعنا للمجلسة أول حاجة صيد الرئاس كان بعده عينا شارية وزيان و كذا و كذا أنا حسيت حسيت أنسي لهم كاملين بعضهم حيث حيث بعضهم كان عندهم الضغط علية يجب من المهداوي رشي موخبير وسطهم وفرقة وطنية وبوليسي الدول عقلي كان عند بعضهم ماشي كامرين ولكن عندهم تأثير أنا أقول لك لماذا سأعاد فرقة وطنية يا عباد الله من جوش العصر الليل واحد يعيشوا فيها موخبير وضرب عامة الحرب ثم هرب على ولدهم وخلي عدوا عامة تشنوا دخل الحمسة معك على الفرق أنا ولدي يوسف ونسولافة كيف سعب لا أصور في هذا الكون قال و هو يقول له سيد الرئيس حسيت بالطعنة و أنا أقول له سيد الرئيس هذاك شارية هذاك زيان يبقى وتفكر جوجو الله يمطي على شي واحد محامي مسكين الله يرحمه طريق السبعي قال لي قاضي في مكنسكي حاكم لي قال لي ستتخلى على هذا المحامي و ذلك اللحظة للقاضي يقول لي واش هتخليه ولا يبقى يقول اهلا قطلو ما تقول ليش اهلا ما كان دويش بيرمي خلاش ترح موقفين أنا شخصي عومي و هنا تفكر القاضي اللي قال لي في مكنسكي على الأستاذ و اللي قال لي ستخلى عليه لا تطلب الله و تعطينا على سنين الحبس لن تخلى على السيطاريق سبع لن يقول المغاربة يقول المهداوي جابان تخلى على دفاعه و ذلك اللحظة اللي يقول لي يتخلى عليه تخلى عليه و لا و لا تفكر السبعي و لا تفكر و بلاشوا و علقتوا و أهلا يبقى و مسكين ها و زيان شاهد يضرب في الطابلة يا هل مقاس يا رئيس يا هل مقاس و أنا ذلك اللحظة و يسمح لي سترشيب القضاء إن يجي والله إليك نعتبر المخزن كي خاطبين تقول لي تخلي زيان و شارية و لا نفرعوا باباك و قلت لهم ذلك اللحظة فرعوا بابايا والله لا تخليج على زيان و شارية رأيي أقسم لكم بآيات الرحمن آيات الرحمن يعني إحنا مواقفنا تقول له يبقى دير اللي يعجبك هذه كانت رأيي دير بحالك و كان احترم و قلت لهم كان احترم أرى الإخوان أنا هذا رأيي و خرجنا و قع واحد سوء فهم و قع ما و قع ما نجبك التفاصيل على ما عندخلش التفاصيل بزر حقا شكي لبعض أي أول كلام مشكلة حقا شكي و قع الغضب بين الناس بين السوجان أو بين كده ولكن كي لبعض المغردين و خرجت جريدة الصباح وتسمح لي الصباح في هذه النقطة خرجت لغد لي في الصفحة تحت المانشت في اللايون خرجت تفاصيل ما جارف قبول المحكمة و واش قالوا لهم البوليس كانوا حاضرين ما حتكلموا ليس معنا و السمعوني من هضرت مع المرتي في التليفون حي تعودت هذه التفاصيل كاملة واشي الله أعلم مهم كل ما جار في قبول المحكمة كتبته الصباح وتشوفوا كيف ندرة المغاربة خرجت بالاقين كتب الصباح تقول لهم لم يقع هذا الشيء لم يقع هذا الشيء نحن نفس فينا ما كنت تريد أن يأخذ هذا الصيدام الثاني إذا هذا وضح عقلوا عليه و من بعد أولينا مزيد الصيدام الثاني كنت في الكيشو في أفاتح رمضان و ما أدراك ما الكيشو للحبس سمعوها هذه المغاربة سمعوها مزيان كنت في الكيشو و ما أدراك ما الكيشو للحبس قبر يدي كتقيس الحيض وهذا يدي مني كانت لقوها كتقيس الحيض و راسي في الحيض و رجلي في الحيض و مكنش الريحة مكنش لهوا هاي واحد العين و عندك لك الفازلة جاردة و قد يلقى اللي بشر و تقديل و تقديل في الأسطحة و تعلموا الناس هلاش أنا نتعيش هذه العذاب و زعم و زعم و زعم و زعم و زعم و زعم و هلاش زعم و غندوز رمضان حيث هنو محدوزوا لي يبغووا يحاكموني في الكاشر و جئت معاين و تقريف مع الليل اشقالوا لي محذو مهدام انتح بس وحثة شوية و دخلوا غرافهم مو يقولوا يدخلوني لقاعة اسمتها جلس ديل تأديب وحاكموني ودخلوني لكيشو وفاتي حرمضان بتلي كامل معدب وكيفاش هزوني معدب يعني ماشي يعدبوني يضربوني نونو معدب نفسيا أنا مكن مجنة على شي واحد والصبح غادي نمشي الاصطافات ديال البوليس وكنت مني شاكير المخروط هو أكبر شهيد في هذا الواقع أنا أرجو شاكير المخروط أنا كنسميه رحي إذا كدبت يكلك كدوب علمية تعال حي يقول عشنو كاي كانوا بزاف ولكي لأ قلتني على شاكير هذا هو اللي بقعدي في اسمي لأن شاكير تصور أنا بيتفكاش ومقهور وفاتي حرمضان صلحت الاصطافيق ومأينط وكان أخذر ما أجلتني بحل تحصرت وكد د د د د د د يعيشون الواحد منهم ما يجلوني أحد أمام جوج من دولي قليل ما يحملوني اه الشاف وحنا قاسم تصبر ضر الحمق قايا جي يصفي بحل أهناك يصفوني بالأحمق تصور تبكاش وفاتي حرمضان وحبيبك قريبك الذي يمكنك أن يسخن كتافك ويكون عازاء ويكالميك وصفك بالحمق الذي تضرب الحمس عليه جمعوا هذه المغربة نفسية نات شاكر المخروط لم أعزبوش الحال واسيم البوساتي واسيم البوساتي ولكن فهمتوا من خلال ريفية هاتقوا السيد كدوس بعد الحفزة واقسموا لكم بالله العلي العالم ومشيت القبو دي المحكامة ودخلنا وشاكر المخروط بغيتو يشد في ذلك ومشيت واتخلصوا الطوالات تحكمت بعام والله ما بكاني شي واحد دوست الطوبة ودوست الجوع والقهرة ودوست الحراسة والله ما تقهرت وقهروني هم بقيت كان نمكي في الطوالات ونقص الوجيه وما رضيش نمكي قدامهم دك ما شيد بكا ديال الضعفة لا بكا ديال شي محلش يضل مكخوك ولا أختك ولا أبوك ولا مرتك ولا ولدك شي واحد حبيبك صاحبك يعني ضرب الحفز وقتلقاه هو أخي والقهرة ديال كاش شو مقهور دخلت الطوالات بقيت عرر عرر وقصي ملك والشاكري يقدمني وإلياس الحجي يقدمني كيف يعرف هذا البؤساء الخوبتاء اللي كيبقى ينقز عيش في أوروبا بره مخزون وكيف بدي يسببني هنا دم هداوي طيو طيو كمخابرات عجوندا مخابرات داعش مخزن صوروا المغاربة كتبكي كتبكي الرجال كتبكي كتبكي الرجال كتبكي تقولي أنا أحمق ونفق ها السيد الرئيس ها السيد الرئيس ورح تلقاني هات سيدة مارشيل وباس ليراسي في هات الصيف لكي اللي جبته سامحتو اقسمو لكم بآي إلا لابغا هو نجبدو وتعانقنا وقالي يا أخوي حامي تسمح لي اقسمو لكم برب العزة تلقيتو في مارشيل في هات الصيف وعنقني وتصالحنا مكيش مشكلة كتبكي الرئيس ولكن كتبكي تصبوني وتحيروني وأنا عاية الحمد الزفزافي واستدرجته والمالك وباش نقوله يبقى يقلب القصص يبقى يقلب القصص عنده قاصر نظر سياسي وكيبقى له عبواط اتخير الزفزافي باش باش اتخير الزفزافي ويدرب الحبس خادر خمس سنين باش حال يعيش فعل ابوه ابوه عنده تمني وسبينها موقع باش كان عقال ابوه يبقى يدرب الحجر وباش انت تبقى تقول الجمهوري هو يموت ابوه هم أخته الزفزافي يموت وطريق يتعدم وميزوليخ تموت باش نجرمه النظام ونطرفه قدامه حيث المهداوي لجو وكل حل وكذا ما يمقاش عندك ميلة طرف عليه قدام العالم هذا هو الخلفية اذا انا رادي الليلة يخصوا النظام موجرم خص مشكل الريف يمقاه هالخلفية المغاربة اللي يخصكم اذا المهداوي شعا يدير اذا انا حلنا مشكل الريف وولينا المغرب مستقروا بدينا حكومة ودرنا اوراش المغرب زوين اي 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 حسن بعد لا رادي الليلة مخصوه نظره ريافة يقولوا كذلك ودك لازم يخرجوا وهذا المهداوي يخصوه طوانيين يحيح, لان اتفعوا وبشكل النار كمراء والله اعطيهم شهنا بالنسبة لي هم.. تفك ولدك ولا.. احنا عندنا تضيق جغرافية كبيرة مع المركز التشري ولدك يعود للمخه ايه!! ولائك!! يا مخزان حاداري!! كل لنا!! ماذا تقولها؟ ذرفتها؟ يا مخزان.. وش كل يعطاه إشفع الغيف جفزافي ماذا نختار معهده بقى؟ شكل يعطاه؟ لا يعطاه عشنا معهدك معنده قوة خطابية لا أخطاءه وما كان خطاءنا صرفي وما كان ذلك وليس لا يضرب الحبس يعود مخه مكرجينو انا وقع موقع معنا في الحبس وقال قلب له تخريجه برأي شي بعقلي ولي شي غطريب علاش كلما يبقى الناس في الحبس كلما كانت هناك فرصة لإدانة النظام المغريب ولكوتير الأوضاع اذا خرج زفزاف وقال لأهم شيق شعج قول اذا المهداوي لا خيب لا خلينا الناس في الحبس المهداوي هذا كمه هذا كمه العملة هذا كمه الارضية لنا اذا ما عندك مشكل مع زفزافي موتوب يعود المخه وتعود المخه وتنكر لا يعطيه الحبس في الحبس نحن نريد أن يبقى أقل له باقي تفك على ولدك ولده مليكا مسيكين في المنصات والفيديوهات والعصاء وكيتكرفت في الكاشوات لا نعم تتأخذ المخزون وتوجد الناس على طريق جتت زفزافي ودموع الزفزافي وكثيرين كما العربية أمريكان يهينه لا أشيء راجل حتى يهجمون الناس لبرا المغاربة أنا أقول لكم الخلفية الحقيقية رشتوكي هجمول العربية أمريكا ليس بسبب واحد هو أن نقول لك ترجال دخله العربية اصدقنا اهانا داخل ودخل اضرب الحبس ودخل عام 90 يوم اضرب عن الطعام فهو استفز الناس الذين يبقوا برا عدد منهم يعد دراس المواعي لا ندخل وهذا هو العربية أمريكا هو العربية أمريكا ودخل وخدر اضرب وماذا يدخل انت؟ إذن هو العربية أمريكا يدخل خصوم مية وقال العربية أمريكا عربية أمريكا نراجل فهو قوط العوائل إذن هذه الخلفيات إذا راضي الليلي خصوا الحسيمات لا تبقى فيها هذا التحليل قليلا أسبقنا الأحداث أنا في الخرق قطع نخليلكم الخلفية ولكن نكمل في هذه الفكرة لأنها مهمة جدا الصدام الثالث الصدام أعتق إلى الرابع واحد من نهار وقال نهار مع أغناج هالمحامي أغناج شاهي فالقفص كانت تكون استراحة قلت له أغناج قلت له أغناج معي واحد اكس لا تسميته الأخلاقي قال لي أنا أعضر معك و أحسنته لأن أنا أعطل أنا أعطل معك قالت له أغناج كل ما قلب لي هذا تسمعوني يا أخي ستخرج صاحب لنا multiple الشيكات ونرق الشيكات والعشية والخمسة سعيد من البلاد وانا من التقاط من الوحيد هذه هي إيدانا لهم لأنه يقسم حمية والموتى وقوم بقيت حينة للضروش في الغروش وقل لها سوف نقول أن لدي لأمك سوف ندير لأمك وتسف الواحد عندما وصلت إلى وجهي ويقول عن عبارات النبيو قلت عليها عن طريق ذلك؟ ما الذي ينقذني؟ وكذلك ينقذني؟ لا يوجد حالاً التخير، هناك نظر، هناك نظر، هناك نظر، هناك نظر لا تقولون ريافة في ذلك الموقف أليس الحاجة أي حياح هو الذي ينقذني ومعنا أوليس لهم يحذر المزدودين والدريجات ولا تصوري لكي تصوري لنصبع الوالدة والنبي هل تعرف هذا الإنسان أن تتب وعندما أنه لا يخرج هذا يقول لي إلياس الحجي لا أريد إلياس الحجي لا أريد إلياس الحجي لماذا ينسي إلياس هذا الشيء؟ إلياس قال لي هذا سيد إلياس الحجي إنسان كما واسيم البوساتي كما ربيع كما شكل المخروض كما يزع فيهم أحد الناس قال لي هذا العقل على هذه الفكرة وهذا كان يضرب لي للراسه يقرب عن تحكمة السنين وعن يدفوها الزيارة عند مرتي هو قال اسم عمو في قاعته من بعد هذا الشيء يسمح في عمو والوالدة تصوروا تحركة غريبة الأطوار يخرج من القاعة ومعندوا حق يتحرك ريافة لأنهم متبوطين بحالي تكون حراسة مشتدة قصمة بالله العلي العظيم لو أنكم لم تتعرفت نسئله لأنه وضرية تصالحنا والله يتنقول لكم اسميته وعرفوا الإخوان كان عنده عميد الحبس وغير يجي وغير بسني راسي من هنا الكاميرا شدة للقطع أخويا حميد سمح لي وما كانوا يعتقدوا واحد المرة كانوا تخيينا فيهم كانوا في القفص يقول لي لا تتعرف قيمتها قمت بتحديد في السلطة و أخبرتني وقرأت على لي لا لا حاول أنك أرد ان تحدثت في هذا المينة و���ت حكم وكتبت كنت أريد أن المسك وإن أقضى له السجل أطلق وقصمة بالله العلي العظيم جا عندي جا بس لي راسي دك خي نمسكي اللي حاميد خوي اسمح لي مو تسامحتو والله شاهد بحد الجو هنعودكم واحدة اخرى وهذه اللاخرة ولو ان هاد الواقعة طرحة خص يكون فيها يا شا عندي نقول لكم هالإخوان لا هي معرفت بعض المرات زعمها كترح سؤال كتقولي فائدة شمانهش هذا الغباء السياسي في تاريخ المغرب رقل واحد الهضراء خاليد الجامعي ومعطيناها شقيمة قال له البصري قالوا رحكمناكم بديا ولكم وقلت يقول لك خاليد جامعيتي يقول لك راها قوتهم في ضعفين شا حاجة بحال هكا احنا في هاد البلاد السعيدة هاد الشحب مقدرش ينتج خوط نوخة بدكية كتعرفت تدبر الصراع بذكاء نوخة بعاطفية نوخة بانتحارية نوخة بعدينا الشقاقات والصداعات والدابيز والمطايفة وكل واحد ما قدر فيها باطل وكل واحد يقول لك ما مشي ما كيش تربية ممرأة معدناش تربية وهنا كنحييل عدلو الاحسان جماعة العدلو الاحسان اختلاف معها الفكري والاطروحات تيلها ومنطلقاتها ولكن عندها نقطة القولي ما عند شقاء الهيئات في المغرب بدون ستنا عندهم الجانب الطربوي قوي عبد السلاميس كنخدم على هاد الكوطي ما كيجرحوش بلسانهم كيجرحوش قتال اختلاف معاك حنتوم هاد الكوطي الأحزاب السياسية عندها لومونك عندها فارغ في هاد الجانب هاد العدلو الاحسان عمرت جرحك ما تقابلكش متفكش معاك وراك تضر رقع ولكن مني كاتي من الغيض فحب السلاميسين دار واحد سياسة طربوية فهذا أنا كتكن قول دائما يا ريت لو كأن العدلو الاحسان ومن أفضل لاвигيران الأحزاب السياسي من أخلاق العدلو الإحسان وخصار تحليل اليسار سكون اللي يكدرس مع باتهجوش تكون عنده تحليل اليسار ولكن من أخلاق العدلو الإحسان سهل هذه الأيئة اللي تقدر تكون معاك وعندها تحليل اليسار والمعافية و علاقة العESES seen were inmatsпов الواقعة الاسحاق شارية و الواقعة الفرقة الوطنية و اضيف الى ذلك المغربة انا بغيت شارية و بغيت الاخوان رابع الابلاق و شكل مخلوط يعودوا هاد الواقعة مني غني نوقف قدام معالي الترشي بغيت تقع الاخوان نوش تقريف اللي في الحريوك يتفرجوا فيها كاملي يكدبوني في هاد الواقعة و المحامون حاضرين و القاعة حاضرة عوض من دافع الله راسي عن الترشي و اللي كان دافع الزفزافي قدام الترشي كان ريب المتابعة القاعة تقلب ضحك و تقشر عيروت الزفزافي من القفص و كذبوني في هاد يا المحامون و يا النشاطة نظم القفص و راية و نحضر رئيس و كان شرح و قالوا سيد رئيس هذا الصحفي رمز للبطولة و الرجولة حيث عاسبية فكيت عليه الحصار كان نقاش فيه كده و لكن انا بنيت قالوا خسدوا زي مرباط درقوش هاد المرافعة تنقل و انا بغيت المحامون يكدبوني و المتابعون اللي برا هاد الواقعة قالوا عنها بطلق القبو و غيبوسوا لي راسي هادو اللي برا بعضهم و انا بغيتكم تكدبوني قالوا احنا غامون دسين وسط كومو و كده علش ما نقولوش هاد نظكي بوسوا لي راسي و بس نجلول و بسوني و التعناق برا فو حامل لأنه عاد نفار و هنعودكم الواقعة هذي اللي قلت اللي تقلم فيها بزاف و اللي كان فيها صيدام و اللي منطلق هاد النقاش واحد النار ركبنا في الطانوبيل بعفويتين قصمان بالله العلي العظيم الإخوان قلت لي هما قلت لي هما كان هذرا في الطريق واحد قلت لي هدرسي هاد و اللي كان نجلل هادار قلت لي هما الاخوان دريسي ها والده و استد الولاد و والدته معه في الزنقة و ماتوا بسته في الزنقة و قلت لي هذرا أقسمو لكم بالله العلي العظيم قلت لي هوا نقول الاخوان و احنا معتاقين احنا اخوش احنا نفس فينا وحده و راه كننجرعوا مررت انا وحده ها ركين حسيمة كحنا كنتو ما تصوروا الاخوش هاد العمق الوطريكه قلو و تشوفوه شوفوا بغيت نبيل لهم احنا رخوت زعما ماشي ماشي غنتم مستهدفين كاعرق لا 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 هذي رغا سيارسة النظام ظالمة علينا والسوق الاربعاء وباللقصيري وجبتهم الدريسية وهذا غنسميه هذا باش اللي كدبتو هلا هده غسيني سميها الاخوان وميتقلقش مني ولكن اللي جبتتو عودتاني غنسيقلو مارتش انا بغيت ما ينجبدوش ولكن بغيت كرابيع الابلق ومتي بغيت كرابيع الاخوان الذين يتجبتوني في هذه الواقع وقالوا إلا لا لا اضطرب لن يسميته قلي بل حرف وانا احنا كنا نهضره ويقول انا كنا نعودهم الدريسية والواقع ويقول بحلك بها دل عبارة قال عاشا الريف ما قال عاشا الريف قربنا ندخل المحكمة دي السيناء في جيه المحاكمة وانا مانط وانا ما ينترى هذا الشيء من المشاكل. هذا المشاكل والاستخدام قادم عشار الريف. أنا قريبها في الدنيا. أتقرب للمينات أطفال وجوده. فقد قلت لهذا. فقد قلت له ما تستخدمه. فقد قلت له ما هذا وما هذا. فقد قلت لهذا ما يعيش في الريف وما تعيشت في دار ومعضي القاسم. لماذا سأتقرب معك المينات ومتحرب على أولادي. لماذا ستستخدمه في هذه المينات. لم توقع أبو ليس معك جون دان. تقول له الميدي يفوج وانا نضرب معك هذا. بحالك قربتوا الوجه. شنو قل لي يا الخوش؟ قل لي يا انتا بوليسي. انت من الفرقة الوطنية ومخشي وسطنا. ياكا الاخوالي كي هاجموني فاسمعوا هاتش عمل ما قلتو. ياكا انا كتقول علي يا بوليسي ومخزني وسبيتوني. شوفوا انا شنو عندي وما كان خرجوش. ياكا احنا ولا. ولكن انت بنش بالتونس. اتولي لواحد طرجة لا تتصور. اجرعت. قل لي انت يا بوليسي من الفرقة الوطنية. انا بوليسي بالمينوت. ياكا. تصوروا. ايه ابطهوا معي يقولوا عاشا الريف. هابطا بالطنوبيلة كيتلقى عاشا الريف تحت القبول بحكامة. من حقهم. شون جاوبتوا معنا لي اول مرة. من اللي قال لي انا بوليسي. انا بغيت كرم غريبة اللي كتفرج فيها في هذه اللحظة. خرج من اناك. كوني ريفي. خرج من اناك. انسان يقولك انت بحك انا ادريسيه. يعجب الى عيلك كدبت يا يا افا رابع الأبلق لاني حاضرين و لاني كنت اجتب هاتشيه و انانا حقيقة. اضع اي واحد راسو. انت كنقولك ان ادريسيه. وانت كنقولك ان ان انا كانوا مغرب. وسوق الربعة. وبلغة القصيرية. وكنا كنعيشوا ظلم. وانت قل لي عاشا الريف. قلت كنعليش تقول عاشا الريف. فان من ما نعيش كنعيش. وانت قل لي انت بوليسي وسطنا. ياك. ويقولون عش ريف ويقولون عش ريف وكينا تم الجنران ويسروينه بطنا مدابزين كعين كما قال كما قال بعيدا قال كراه كل شيء يبدأ صغير ويكبر إلا الأحزان تبدأ كبير ثم تصغر تكعب وقت قاس الكرامتك هم تقولون عش ريف وتخري ونحن تقول عش المغرب هم يقول عش المغرب تزايدنا تزايد مع ذلك السيد اللي يكتب من البدك اللي قاسكي سوفي هذا في الصفحات شيء أكعيت ولكن أقسموا لكم بالله ما قلت ذلك العبارة اللي يكتبوا أقسموا لكم بالله هالمغربة ولو قلتها عن برها عن قلتكم ساعة غضب والساعة الله واللهي ما نقولها ولكن حيث بعض الناس أشرار يبغي يوسخك بالكلام الكذوب اللهي ما قلتها شو واحد جاملنا واحد جاملنا وتزايدنا وغا تجيلي كلام وغيقولوا لناصر الزفزافي عيقولوا له هاتش مخطط له مستهدف والغاية لأن أول نهار غيستامع القاضي الزفزافي قالوا له فالغاية هو الحميد يخلق البيز ويسحب منك البيزات باش يغطي على تصريحات كناصر هات خلفية أنا فهمتها لحقاش عيوقع واحد يحبو جيت وغنسمع بعض لا معليش غنطلعوا لقاع عن مغاربة شوفوا شنو درج واتحدهم يكتبون يفادي ايه يقول الرئيس حميد المهداوي قالوا هذا سيد رئيس غير ان تقسميت يا حميد دلت سردته بطل تحت لقبر والله ما سمعت باش نحيد له مدل أوهام والله ما قلست في القاعة ولا عرفت القاعة شنو قع ولا نتحيحت ولو كان عندي اللي ينطلع للقاعة وقولوا سيد رئيس ضربوني هالمحامون هالرأي العام هالصحافة يا الله هالمواقع هاب وش عليك خليت ناصر حضات رجل سيقول ما بغى شنو بغيت وزع مكتر مهداوي موندس مهداوي الرجلة عليك المجاة بين السحمة الزفزافية هذي كنية يفسي بالله بغيت نقول له شنو يرد بغيت ذيك الانتخابات رفيتنا بغيت ذيك العنصر بغيت ندوب بغيت نلقى مخرج تلقي طرسينا والشيطان مش يحشوم عليكم ولا اتوجه الريافة كاملين لديهم ناس محترمين ولكن هناك نوع البشر عندك الحقد أقليهما عندهم حقد خطير تصارع مع النظام انا معاك ولكن خلي فيك أحد أدنى من الإنسانية تسبب أمي وتسبب أختي وتسبب خالتي اخرجي من دائرة الإنسانية اخرجي من دائرة الإنسانية ما بقاش ما عندك شرعية انا مشروعية بقاش تقول لي انا النظام دار ودار لا تسببش الناس اذا اكرمت الكريمة ملكته اذا انت اكرمت اللائمة مرة من ميزة الناس الاصيرين يعقلوا على الخير ونحن نخلط معك عن الحين نخرجوا من هذا ونفترضوا جدا ونفترضوا 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 وحما في القرصة أنت ذكرموا ونقوموا على القرص من الناس وننفترضوا ونفترضوا ونحن ونفترضوا أشهد المستوى الغير المقبول أرى هذا البلاد يكون دكي دكي في الصراع، ليس بالشعار والغريب في الأمر نقول لكم هذه النقطة المغربة التي أريد أن يضحك شوية هذا الذي يكتب عني وكتب هذا الشيء ليس ما الذي يكتب، هذا الذي يكتب حضرابني بقارعان في الحافزة وهذا أخذها مشروع على الخوتي أخذها مشروع في الحسيمة من عند الدولة أخذها مشروع على الخارج أخذها مشروع على الحافزة الداخلية وقالت في مواقع أخذها مشروع على الانتخاب للحفاظ الانتخاب أخذها مشروع على الدولة وقد انتخابت بعضهم وكانت يقولون، قسم بالله، قسم الدول لأنهم لا يخلون الناس لا يخلون الرياض وغيرا يدخل الأحزاب وقد تدخلون مؤسسات اليوم، برافوليون، أنا متل عطار ويكونوا وطنيين وأزيار ولكن عمد زيتش على المهداوي ولقد زيت زيت على أخوتك عرقك نمشي معك في هذه اللغة هل أشجع دينا أنا اللي قلت لبناء دخول الحزب وهذا دخلت المهداوي اللي خشاهده في حركة الشعبية وهذا في البام وهذا عطاه مشروع وهذا عطاه كيونسك وهذا جابوا حضر البحار وهذا هل أشجع دينا المهداوي إن الناس عندها الوهم بعضهم لا أقول الريف فيه مناظرين محترمين ولكن بعضهم عندهم مهدو النضال مهدو الممانعة مهدو المقاومة ألا شريف ثمنا نظرت ونحن الريف لإعطينا الممانعة وعلى شخص يحضر إيقبني من الله الخرج وهضرنا قبل مغاربة ما هضروا فوقش من الحركة الوطنية وما ينجى بالوزاني وما ينجى على السوب السلام وما ينجى على حمو الزياني وما ينجى المهدين بركة وما ينجى عبد الرحل أبو عبيد وما ينجى هذا ليس مناظرين لم يقاوموه وما ينجى عشر ألاف وما ينجى أحداث خمسة وستنين وأحداث ثمانين وأحداث ثمانين وما ينجى القرطاس يتضرب بعضهم يريد أن يصور نحن كاملين عباده ونحن كاملين سوقنا خاوي ومشي رجاله ومقاومة توجد فقط في الريف لم ينجى على كل شيء بعضهم يريد أن ينجى نحن نغا نحن لا نظن من خلفة الصراع التونائي مثلا التوني مومنت ديوري هو من هو خالد الجامع يكون من هو من ابن الذي يعيش والله يرحمه ومن هو بعيده عند اللعبة مشي مونادر في المغرب كانت واحد الأقلية في الريف عندهم رهما تافي يوم النظار واحد النهار شدني واحد أقسيم بالله لا أريد أن نقول اسميه فالقبول محكمة معك تواجهت سيرعات قال لي شوفه حميد قال لي كنا بعضنا فينا البعض قال لي قصمين بالله العلي العظيم قال لي وخط قطع شئيدك معهم قال لي في اعتقادهم مدام أنت عربي أنت موالي النظام عمالك ما تكون معارض للنظام قال لي حنا بعضنا عدم العقلية قال لي رأيك تحمق رأسك قال لي كونك عربي دائما فأنت الآخر قال لي بعض قصم مال بالله تم مدرت عاد خرج من واحد عادة من نفسك تكن عيشه مالهما ندخلوا في هالتفاصيل كنقرب على التعاليق حنايا خرجوا يا أخوة يهضر لناسك في البي حنا زماعة الحسيمة خرجت الحسيمة تخرج تصوروا ذاك سيد الله يرحمه فضنار السعيد من الوالة محسين الفكري الله يرحمه لو وقعت ذكر كاميو في كازا ولا في أي منطقة كنت تكتعر طبيعة الجريمة كانت تباشي على استفزت الضمير الإنساني جابيل يا أم راح يلي عطاعت معه شروط طبعا ولكن في القناة تركوا كان البلاد متطحن في كاميو ما يوقع في القناة تركوا نجيبوا حاجيب الغني أولا ولا طبيعة يكون رد فعل وكينا واحد الشرط تحصل فكذا العرق القبيلة الجماعة كينا عرق سهلة تفهم واحد مدخلية واحد مدخلية واحد مدخلية واحد مدخلية هذا الشرط جغرافي شرط تاريخي لا يوجد علاقة بالقوة دائما القبيلة تكون متوحدة العرق تكون الجماعة تكون واحد الأرضية تفعل الاحتجاج هذه العوامي الموضوعية ليست هيرمونات لا يوجد حالة انا كنت سمع بعض الفيديو تبعض الأخوان كما نحن نغيش ميت في الداخل وغير العرب ونحن لم نتضلوا ما نتضلوا مناطرين نحترموا نحترموا السعب الكلمة الخطابية نحترموا 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 عليها الناس اللي خرجوا عن المفزاق لا يتضلوا سيدي إيفني لا يوجد نضال لا يوجد نضال ما تعرض له سيدي إيفني لا يوجد نضال وجرادة مالهم ريفة ومع دير الأخوان وتحية وكنت جددكم وانا بغيت كنقول لكم هاتش اللي قلت كامل وانا كنت بغي نديره في واحد الحلقة ولكن لقيت الله ما تكون هكا فيسبوك درداشا وكنت وجه الأخ ربيع الأبلق وشكل المخروط ولا إلياس الحاجي ولا إليك كانت شي حاجة تدير فيديو قول هذا الواقع هل هي حقيقة أم ليست بحقيقية إنسان قسي يكون موضوعي أنا من خرجت من السجن ما نهضرش أنا قاي على ريافة ما نهضرش قاي على ناصر الزفزافي ما نهضرش قاي على ابو عشرين وموجبدنا سليمان الرئيسوني وموجبد عمار وموجبدنا سليمان الرئيسوني لماذا هلاش كون هذا اللي هضر هتزعمها شنو هذا معنا أن نهضر مشبه وما نهضر بشكل أخرى ونهضر بشكل أخرى وموجبدنا مولة بيصارة ومولة كما كد أريد أن نهضر بشكل أحد وأيضر بشكل أحد يبدأ يقول لي ما أعجبنيش هو الناس وإطلاقها أراضي الليلة وتعبابه مع الريفة تجمعوا الياه تولاتي ومعه فيديوه والغريب إن هذه النقطة خرج واحد السيد غير هذا لا نهضر ما نعرف عنده قائنات ضد الزفزافي و ضد ريافة و ضد كل ما هو كذا و قيبان بأنه يناصر السياسة دي للدولة فاش ممشهش لا نسميش مسكين لأنه ضرفية بأدب والغريب هاجبني عندك الخرجاء دياري مع سيحمد الزفزافي ما حملش الزفزافي يقول ملاكي ما حملوش وخي يكون غالط الزفزافي وخي يكون دار سياسة نمشي معك السيف للمولد القائنات خلي الناس تخرج خلينا نطاوحة لا الزفزافيرات الفتنة صاف يزيد و أعطينا الخلاصة يبقى في الحبس ثاني هذا هو واحد خرجاء التاليخ سيبزافي يبقى في الحبس احنا المغربة مغاليش يبقى في الحبس و انا عندي واحد العقيدة والحبس ندوزوه كاملين و ندوزو الحرية كاملين الطقافة دير واحد ينوب على الاخر في النضار و واحد مخشي بشي قرعات الشراف وشي قنش و واحد مسكين قاس يرشموه وعلش انا ممو يتحرم مني أنا عشان عمو انتبار مموك ما تتحرمش منك مالك لا تدفعني عانا دي الرجلة ليس انت بره انا هننخرج بره في الخارج ما تتحرم اعطيكم عمية ما نهضرش انا نهضر هنا 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 في المغرب نهضر هنا الله هي ما نهضر بره ما نهضرش بره نهضر هنا احدى البوليس احدى الجوندار احدى السجون وبالاداب وبالصواب وبالاحترام لديك اسحبك مضعف ولا جبن ولا لا لا تدفع الدولة هضر باداب هذا الشي اللي كنقول ده بانا سهل هاد من يخرج ولا كي تشوفو تكي ايو تحسو بك تهضر موزول في ايطار كذا في ايطار كذا وخاكت مما تبنش مقلقل وما تكونش وقح وما تغيبش الناس المسؤولين في خطابك في حالي كينة عنتا اللي لا 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 تبنيا براسة يكون كالحكم على الناس ليس كون والواقعة وخاربت عبارة تقرصني في السياستي عندما يجباني بصواب وبالاداب وحاسني انا موجود هذا ما يقوليو اينا كنديرو من بكمجا دير الدولة وانجيووازيت وشانا حزب وشانا عنقابة وشانا عندي شاش كون انا عباد الله الناس وثنوفا ويوسفا ومشرع لحربا الناس فيدريك بشي يدول فوقجد которыеش يدول خوفو لجواب لا عندي العجنة عسكري لا عندي قبيلة لا عندي أوراية أفلال لا عندي تقعب وش رمسيكينا وش شدوينات وش شعب وش صعبي تلقى شي واحد وراء موزين القيواني كل مقامي المقال شروط 2011 ليس شروط 2017 شروط 2017 ليس شروط ليس شروط 2018 وش 2017 كان يكون أخنوش رئيس حكومة هل يمكن تصور رئيس حكومة أخنوش في 2011 تكونوا موضوعين ما يمكن كل وقت عنده إذن يمكن تحول في موازين القيواني وكينا أشياء مزيانة أو تانية وكينا أشياء والعقل هو هكا تدير خدمات تنفع بلادك وبالعقل تغيب المؤسسات وتغيب تاريخ البلاد كينا غانتعي تفهمتوا مضلور مضلور إياه وصلا بدكك وبمين ينفع البلاد والنظام موجريم والنظام وأشخاص وكينا نصب في البشر وكيف يحدث أن تفعل هذا الخطاب؟ كما تصبح الخطاب؟ لا تصبح الخطاب في 2017 حلقة لا تصبح في 2017 ما أعطيته؟ وكيف يقوم تشدد وكيف يبرر التدخل القوي؟ وكيف يقوم تغيب الناس المعنين في هذا الخطاب يضرهم؟ وكيف يستفز الناس بالأدام وكيف يكون التدخل دينك عقلالي؟ فهي كانت، حتى على الأقل يأعونون الناس وكيف يقول كيف يفعل هذا الناس وكيف يدخل لا تزدون فيه، أموات وكيف يقول عن الأطفال لجهات المعنية وكيف يعطيت عليماتها؟ إذن هذا الخطاب لا ينفع أهه, السبب لا ينفع أو يجعل توجه توجيه في الدور قد اعاون لذلك يعطة من البيع كيف هي تقول كلام غليط؟ مثلما يدخل ومن بعد ما نفعت؟ انا بغيت نسولكم فين هو السوفيق؟ كن في الحفز لا يفرج عليها؟ كنستفدو منه؟ عمر راضي دابك وقفت عليه الناس ونفكر انه سليما كان حركة ميدانية واخر كنستفدو منهم همه في الحفز واخر زيد عدم المهداوي اخصب من هذا من يخدم عقله انتاقضوا ونحن ندخل بما يخدم و بما يتطور و بما يحفظ ونسمعوش البيعي للعجل البيعي للعجل يريد ان تشفاهه و يريد ان يخدموا بألم الناس يجب ان نكونوا بعقلنا ونحن نعيش في أوروبا عباد الله سيد زفزافي قاسكي يموت يبقى همه لماذا يموت؟ ان الحياة صاحبه انه يبرر من هذا المخور مسكين بوليده يقدر من أي طريقة لا يأخذ ولده لماذا تقول هكذا؟ لم تشفعوش فيه لماذا تقول الملك محمد سواه وانا اقول كذا وانا اقول لهم لماذا يبقى الناس لم يبقى لديك مبررة تعتقل هذه الناس هم ملكيين وانا اخرجوا لماذا تقول هكذا فعن من غير كما يبقى وانا اخذتهم بالطبع الناس لما لماذا ترضى من الظاهرة بلجيكا ولا يبقى هولندا ايقبوا ما تبقى هذا وانا اخرجوا وانا اضعوا ديالشي واش كتقوه هاد الحركة ديال الريفز عما كايش يا الوهمة صاحبي بنا انت خرج وانا شي كوم من لخرف واحد فكرة انا عندي هادي ديالي ما ديالتا واحد باش انا نختم بها تام على البوليزاري وتما انا اومن بالارض كلها ديال الله صافي الارض ديال الله عز وجل ديال الله عز وجل اذا نقلبو انت عايشو احنا واخوتنا نناكلوه ونشربو الى اقدرنا نناكلوه مزيان ونقرر ولادنا في امان ونعيشو حياة سعيدة ونعيشو سافي. ارض واشي ارض ديال من المول الارض والعرق والتاريخ وتقوم هناك و terrifying يحيات ناضي يعني صراعات ق 튀ل حينها هوooooo ولمنتمت أنتش بواحد العمر القصير نعيشو. ولارض ديالله ككم من لخهر وعا نقول لي والارض وعمل واخبير واخبير وك توisiaك القبل واخبير وقبل واتبني لك انتالله استغفو الله اللى اخلقت الارض انا ما نقول لك. عايشتوا لي مشاكل الأطفال والطرقات ويدوي الجوهر بلان قاس معدب واحد كي هذا الخطاب بالأرض كين اللي يوكل به تبالك انت كي عارضه واخصه على الادسنس برا راك يطلقات يدير تجموعات ودروه زفزا في الحبس وقاحم جيقه وغلق عشرين نعم عشرين خمس سنين عز الحياة لابنان ما يتمتع بالدنيا قاسكي يتفنى واحد اخر قاسكي قاسكي يزيد عليه وقاسكي يضرب عليه كيستنبه في هولاندا كين القضية لا تقش لي رأيه سياسي محترم انا لم يكنتكش للناس لا تقوم بالسرعة لا تقوم بالحفز لا يوجد شروط لا يوجد حرف لا يوجد حركة تراجع الدولي الغرب يتفرج والعالم يتفرج وكيف تدعي تطحنك لابناني لتطحنك لا تريد الى هذا اخذ السيد البحر وقايدك حوق الإنسان بها الغرب الراعا مكار هذا الغرب الرئيس المالي الأمريكي وفرنسي يبيعك في الدورة ما لديك معه رابطة ديالك قيمة تزك بحق الإنسان عباش يأخذ البحار ويأخذ كهذا وغاضى الدق ونحن كنا ضيعين لماذا لا نلقى حل هذه المشكلة ونرى مشاكل كورونا والحمامات والعيالات مساكن الكسالات مخدامين هذا مساكن ميل قهاوي مخدامين لدينا مشاكل جوهرية ريافة مساكن البراسوم كينا الناس مخدامين في حسيمة وكينا مساكن خصم السكنة نحن نعني يكله الأستاذ نحن نعني يكله ومدرسة وانا حميد مدينة والله ما يهمني ما يهمني ما يهمني يكون عادي ومشي ضالي ويعطي الطرقان ويعطي الأطفال ما يهمني يكون حاكمة أنا أخصي نعني يكل الماكلة من باش في الجوع مريض نلقى الدور خرجت القصيره لقى طريقة مقدة لا يضربني تشي واحد ميقريسي تشي واحد نذهب وندخل على أولادي هذه الحياة نتطفروا الكنتزع معي يقولك اهنا حلوه نرتبطوا بشي حاجة ونضيعوا عمرنا سيرع مع البوليزاروش عطينا خمسين عام بوليزاريو في الويب واحنا عاو التنيف كذا شكل مستفيد سيرع عادي الأمراض تخاوي بل بوليزاريو يحكموا القادة ويأخذوا حكم الداتي ويأخذوا مناصب زوينا ويجنبوا المنطقة ونحقنوا دماء ونحقنوا تاريخ ونبنيوا قوة اقتصادية ونستغنوا على البيضاء الرأسمالية ونبنيوا هناك حضارة ولكن بلاد معايش واحد مستافد تجارة واحد يدفع التمال ونحن كانت عادة المحداوي في الغرب وفيديوهات وكذا مهداوي تخلي الحبس عدو ضارة يبقى عدو ضارة تخلي الحبس عدو السيارة صار تزدت عليها شي حاجة والخوت سمحونينا المهم نمو سامحة الإخوان ورخ شوفوا ماشي كنقولكم هات الشي هادو كلا ريافة خوتي هاد الأقليات رهم عزولة منهم نكون معكم واضح ريافة خوتي كما دكولة كما صحرة ومغاربة أنا كنشوف فيهم كون كون ما بغي يكون كنحتارمهم وما كنتش بغيين نقول هات الحويج كاملي ولكن رجروني الإخوان لأن أنا البادي أظلم إنسان تخرجي روج عليك الأكاديب فخستك تجوه لأنه كيغلط فيك كيغلط فيك كيغلط فيك بززاف ولهذا كنا مضطرين باش نديروا هات التوضيح كان اعتادر لأن عندي بعض ريافة عزيز علي أخوه وسيته واحد المرأة ولادها وربيعه وشاكيره وإلياس حجي واسيم وجلوله بزاف وناصر فعند بهم علاقة مزيانة مساكن معنا ما كيسئونه ولكن بعض الناس دائما يجدوا من يفسد الحكاية ونقول لهم هات الإخوان أقسم لكم بالله العلي العظيم ديروا الفيديوهات عليها من غدا وبعد غدا ولكن تعقلوا لهذا فكرة إنكم تسيئون للريف ولداكرة الريف ولأهل الريف وللمعتقالين بغيتوا تفهموا هاتي دبال أيام توريها لكم دبالا كيكم لأنهم سخونوا مع اليوتيوب والأدسنس والجيم والمهداوي والاقيم وقصين بالله معدك تسيئوني ذاك الريف وللمعتقالين والهدلمين في كان النقيم هانتم ما كتخسروا المهداوي وعندي بعض الأنصار دينا وهانتم ما كتخسروا أخرين وشو هات تربح أشعة تربح أشعة تربح توجه صاحب توجهني أنا توجه قبيلة أنا نظام أنا دولة أنا مؤسسة أي مغربي يقول لكم وحشو مدرب معهم من الحمس ولا يقولوا عليه وانت كتسيئة ما يبقى معك هتتعزل هتتعزل صافي أنا درت لي ما يجيك على بالك درت لي ما يجيك على من الداخل حشدت واحد القدر كبير بالداخل والريف والحراك الريف درت له واحد دعاية معمورة غير هذه كانت تشفع له كاملا لهم أصل لبعض كان بنادم بعضه عامر حقد على العرق كي يبدو أنه عرق عربي كي يبدو حد الشحن وكبت تاريخي بنادم مشرجي في صغره المناضي التي يكون ساموح المناضي التي يكون لسانه حلو المناضي التي يكون تحشم حتى لا تقلق تيميك قاعد لي تشوفوك يخرج العيب ضغير ويبدأ يخرج ويبدو أنه ليس صاحب قضية وهذاك صاحب ملف أو صاحب حسابات شخصية ضيقة وبحالة هذا لا يمكن أن ينتصر لا يمكن أن ينتصر سأقوم خاوي ما يريد أن يواجه النظام المغربي يجب أن يواجه ما حقه ويعرضه ولكن يجب أن يعرضه بنبل ويعطي المثال على الصحة من المشروع عندما تصل إلى تصبح في عرضه وخته وخالته أنت مجرد حاقد على النظام والتاريخ سيلفظك كما لفظ من سابقك أشكركم أخوتي المغاربة وتحييركم شكرا لكم بزيف وره كان نبغيكم وكان نبغي الناس دريف بزيف أنا مجرد واحد إنسان بسيط كان غلط وكان نقولها لكم وكان صيب وعندي واحد وجهة نظر علاقة الحال وكان غلط وكان أعتذر مني وكان سلموا الناس وشكرا لكم بزيف ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا